مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته التقي بحضراتكم اليوم في رحاب القرآن وفي رحاب أهل القرآن أدل دليل على إعجاز القرآن أنك تتنفس فيه أنفاس الرحمن وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا معنى النهاردة إن شاء الله أصغر قارئ في مصر وفي العالم صغير السن كبير المقام لأن الله جل وعلا لا يؤتي القرآن إلا من أحب من خلقه قال صلى الله عليه وسلم من أوتي القرآن وظن أن أحدا خيرا منه فقد حقر ما عظم الله معنى النهاردة القارئ والمبتهل والطالب الأزهر الجميل الشيخ طاه عزة أهلا مولانا الشيخ طاه أنت منور الدنيا يا شيخ طاه ربنا يبارك فيك حبيبي وينفع بيك ويجعلك من أهل القرآن العاملين إن شاء الله الشيخ طاه عندك كم سنة يا شيخ طاه ستاشر ونص ما شاء الله في سنة كام رايح تلت سنة بإذن الله في الأزهر في الأزهر إن شاء الله يعني أزهري الحمد لله أنا أزهري والعمامة تاجي الله مهما حييت فأزهري من هاجي الله يعني أنت جمعت بين الأزهر وبين القرآن والإنشاد ما شاء الله عليك الله يفضل كامل ربنا يبارك فيك يا شيخ طاه في معهد إيه بقى؟ معهد بنينة فينا الأزهر البحيرة في البحيرة ما شاء الله وولدك قلت لي إن والدك من أهل القرآن وإمام خطيب إمام خطيب بالأوقاف ربنا يبارك فيك الله يفضل كامل